السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميدي في سنة الأولى متوسط ولحتى أولياء تلميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة ما كم الأستاذ ياسمين ويلا أبنائي وبناتي إن شاء الله اليوم راح نحل فرض الفصل الأول في مادة الرياضيات طبعا إن شاء الله راح نحل جميع الفروض إن شاء الله والاختبارات إلى غير ذلك لكن برك بشو قولكم دوما الأساتدة كين نوعان كين اللي حب يبدأ الفروض التاعه قبل عطلة الخريفة ديكتها خمسيين كين اللي حبي يبدأها مور إذن سواء قلنا هكذا أم هكذا أنا نكون إن شاء الله واجد مئة بالمئة كيفاش لازم نكون واجد لازم قبل يعني درت لكم ملخص تاع الدروس اللي تحلي في الفرض ويعني أوجدكم كاملة إذن يلا أبنائينا نقال الملخص تاعي نفهم الدروس ونحل قد ما قدرت من النماذج تاع الفروض وإن شاء الله نكون واجد باش نتحصل على علامات ممتازة إذن يلا نبدأ بالتمانين الأول وشاو يقول لي أتمم الجدوى معتا وقال لك باللي السطر الأول أنا أعطيته لك على شكل مثال ونتكمل هكذا إذن شوفوا كيمة 23.65 نكتبها عبارة عن 23 واللي مور الفاصلة شوفوا اللو اللي مور الفاصلة كتبته على 10 واللي جاي موره تمام كتبته على 100 شوفوا 6 على 10 زائد 5 على 100 مفهم وكين حاب نكتبه كامل على شكل كصر مع اليه إلا ندير شوفوا أبنائي وش قلت لكم كين حاب نكتبه على شكل كصر نحكم الرقم كيمة راه ونحيله الفاصلة معتها نكتب 2 3 6 5 بلا فاصلة كامل ونشوف شحل عندي الأعداد ما بقى الأرقام شحل عندي مور الفاصلة 2 إذن 1 2 إذن نكتب 1 2 صفر شحل عندي يزوج لأنه عندي يزوج أرقام بعد الفاصلة وطبعا لأنساء الواحد إذن قال لك كيما شفت هاد المثال كمن لي انت 4.143 بهذا الشكل كمن لي 2023 على 100 بهذا الشكل وكمل لي 7 زائد 4 على 10 زائد 5 على 1000 بهذا الشكل ما فهم سهلة وبسيطة يعني ما دم أعطاني مثال راهو نقص علي يتعب كثير يلا أكمل ما يلي اللي مورهو شاو يقول لي 9.3185 فاش ضربتها بش تولد لي 93.86 إذن 32 في 4 فاصل 4 فاش ضربتها بش عطتني 300 3,24 إذن 5 واربعون قسمتها على ماذا بش عطتني 0.045 وفي الأخير 606 على واش قسمتها بش عطتني 6.06 سهلة وبسيطة ما علي إلا نعرف وقتش قنات نوزيح الفاصلة إلى اليمين وقتش نوزيحها إلى اليسر السؤال لي بعد وردت بالأعداد التالية ترتيبا تنازوليا وشمعت تنازوليا أني نازل في الدروج مع انتها من الأكبر إلى الأصغر عندي 175.5 15.07 15.70 15.77 157.05 تلاحظوا باليدي من يعطوكم نفس الأرقام بشكل كذا زي ما يحبوا يخلطوها لكم حذري ما نغلط حتى حاجة من الكبير للصغير ودوما نبدأ من اليسر إلى اليمين حذري نبدأ كما اللغة العربية اللي بعده قارن بين الأعداد التالية تقول لي قارن مع انتها نعطي له أكبر أو أصغر أو يساوي نفهم هذا المقارنة 13.50 13.05 شكون هما الكبير بيناتهم الكبير ولا صغير ولا يتم تسويين 9.12 9.2 0.5 هذا كامل بالنسبة للثمانين الأول نمر للثمانين الثاني وشي يقول لي بيناب اللي مدام عطاني جب رح يعطيني أيضا هندسة أرسم مستقيما ثم عين عليه النقطتين A و B بحيث A B المسافة بيناتهم تساوي 6.5 سنتيمتر أطوال لازم تكون حقيقية دايما القلم رصاص المسطرة معكم دايما دوزان الرسم دايما معكم ثانيا عين النقطة O تنتمي إلى A B هذه القطعة بحيث المسافة من B لها O هي 2.5 سنتيمتر ثالثا أرسم الضائرة هنا لازم نسحق مدور C مركزها O ونصف قطرها B O أرسم مستقيما D عمودي على D يعني D على المستقيم هذا عمودي على المستقيم اللو اللي رسمنا حذاري ها دي دي كبير وها دي دي صغير ما شكل ما شكل في النقطة O أعين K نقطة تقاطع D مع الضائرة C وفي الأخير ما نوع المثلث اللي خرج لي K O B شوفوا في الهندسة وشن أبنائي نصحكم نصيحة مع اللو النقرة كامل 80 تقاطع الهندسة ومبعدك نجي نرسم ونسمي بسم الله نبدأ واحد بواحد ما نبدأش نصوتي ونتبانيك ونبدأ نخلط لا في الهندسة نبدأ نقرأ سطر بسطر بش هكذا الرسم تعي تكون صحيح والعالمة تعي تكون تفرح إذن يلا أبنائي هذا وش عندي في الفرط نبدأ التصحيح مع بعض إذن نسمو بسم الله ونبدأ بال80 الأول دائما نشوفو وش أعطوني إذن الأبناء باش ما يدخلطولش نشوفو وش أعطوني أعطوني 4.143 وقال لي كتبيها بالشكلين هذا قلتلكم دوما هذا اللي قبل فاصلا نسموه الجزء الصحيح خلوه وحده ما يجيش على شكل يكسر إذن نكتبوه كما هنا 23 كتبوها هكذا دوما حكموا الرقم الأول ديروها على 10 والرقم الثاني حكموه وديروه على 100 والرقم الثالث حكموه وديروه على 1000 وهكذا مفهوم إذن هذه سهلة وبسيطة كي نحب ندير على كسر واحد نحكم من رقم كيمرة نحيل الفاصلة إذن كي نحيل الفاصلة وش يولي 4143 واربعون إذن نكتبها الفوق في البسط يلا نشوف شحال عندي من رقم بعد الفاصلة 1 زوج 3 إذن نكتب 0 والثاني والثالث وطبعا ما ننسوش الواحد هكذا تقولي الأستاذ برافو عليك هذه ديت العالمة الكاملة يلا الثانية طوني هذه طوني 2023 على 100 قال لي كتبها بهذا الشكل أبنائي قبل ما نكتبها هكذا لازم قبل نكتبها بالشكل يعني من الكسر نديها إلى العدد العشري إذن يلا أبنائي شوفوا إذا عندكم مش قوت لكم دوما كي نحب نصوطي من اللي هنا وش نروح ندير نكتب الرقم كي ما راه اللي هو زوج صفر زوج ثلاثة إذن نكتب زوج صفر كي ما راه زوج صفر زوج ثلاثة اللي هي 2023 شحلة عندكم من صفر زوج أصفار إذن نبدأ من اليمين التاعي ونحسب شحلة عندي واحد زوج إذن مدم عندي زوج أصفر نحسب زوج أرقام أب وندير الفاصلة التاعي إذن تصبح 20.23 هنا نقدر نروح لهذه مستحيل أبنائي تروح هكا لازم قبل نكتب العدد العشري باش نكتب هاد الشكل إذن عشرين اللي هو العدد الصحيح اللي قبل الفاصلة نحطو كي ما راه زوج جت هي اللولة مول فاصلة نحطها على عشرة ثلاثة اللي جت هي الثانية نحطها على 100 يلا اللي بعد وش عطاني عطاني هذا اللي في الوسط إذن دايما ندير سبعة نحطها هنا نعرف مكتب وكتبوها وحدها معتها مورها كينا فاصلة مورها نحط ربعة نحط ربعة حداري أبنائي شوفوا الخدعة اللي رايي لهنا حسبوا معايا 1 2 3 إذن هذه رهي في المرتبة وشنو الثالثة هاي المرتبة اللولة المرتبة الثالثة وش نحط نحط فرغة إذن ندير في بلاستها الصفر إذن المرتبة الثانية نحط فيها الصفر والمرتبة الثالثة نحط فيها هذه الخمسة لأن نشوفوا كين عشرة مورها كين نرمون كين 100 ما كاش هالم هنا إذن نحب نكتب على شكل كسر مع لي إلا هذا نحكم كمرة ونحط على 1 2 3 إذن عندي 3 أصفر وما تنسوش الواحد يلا نمر إلى السؤال اللي بعد وشوفوا أكمل ما إذن نجد وشوفوا كامل عليه عليه 3 يلا نروح الإكمال أبنائي شوفوا في كل مرة عندي 3.386 مادام العدد دعكم كبر ضربت في 10 شوفوا إذن لو كان زعمة صغر هذيك حاجة وحد أخرى إذن رحت بعادد 1 ولا رقم 1 إذن رح نزيد 0 1 ما فهم لو كان رحت بالتنين مثلا نكتب لي 938 إذن رح نزيد زوج أصفر مادام الفاصلة انتقلت مننا إلى هنا إذن انتقلت ب واحدة فقط إذن 3240 يلا نشوفوا بشحة انتقلت 1 2 إذن انتقلت بزوج شوفوا كانت الفاصلة لهنا ولت اللهنة إذن انتقلت ب 1 2 إذن أو عندي صفرين مفهم إذن سهلة وبسيطة يلا شوفوا اللهنة عندي 45 كيف شو ولت لي 0 0 45 إذن الانتقال حيروح هكذا مفهم كان عندي عدد كبير ولا صغير أعرفوا بلي قسمته كي يكبر أعرفوا بلي ضربته في 110 ألف كي يصغر معدها قسمنا على 10 100 وألف وهكذا إذن شوفوا أبنائي منا نقدر نعرف شحال إذن كانت 45 معتها الفاصلة كانت هنا انتقلت وشوفوا 1 زوج 3 إذن أعداء أرقام إذن ديروا 3 أصفر مفهم إذن نفس الشي كانت 606 ولت 6 06 إذن الفاصلة وين كانت كانت هنا في الأخير معتها هنا انتقلت 1 زوج إذن أحمد صفر حذري فقط هي مسألة تركيز ومشي حاجة صعيبة اللي بعد شوفوا عليها ربعة نقاط ما كل واحد واحد ما نخلطوش رتب الأعداد التالية تنازليا معتها من الأكبر إلى الأصغر إذن شوفوا هذه اللي فيها 15 خلوها إلى الأخرة معتها 15 صغار بزاف الهضرة وين راهي مع هذا ومع هذا شكون كبيرة 175 ومية وسبعة وخمسة يقول أستاذ طبعا شوفوا هذا عنده واحد هذا عنده واحد هذا خمسة وبعد هذا سبعة شكون كبيرة السبعة كبيرة على الخمسة إذن نحطه هو اللول وبعد شكون الثاني هو طبعا إذن نحطه هو الثاني هنا أبنائي غلطه هكذا هنا 175 وخمسة وخمسة وهنا 157 فاصل صفر خمسة إذن هذا اللول وهذا الثاني ومبعد ما نكملوهم راح نبدأ نخدم بهذا 15 شوفوا هدي 15 15 15 من قصر أسيد وكنروح اللي مر الفاصلة هدي صفر سبعة وهدي 70 وهدي 77 شكون اللول بين 77 هي الكبيرة ومبعد تجي مورها 70 ومبعد مورها 0.07 إذن نوك هدي الثالثة هذي الرابعة هذي الخمسة ما فهم هكذا باش تكون الأمور واضحة اللي بعد وقال يقارن الأعداد ولا بين الأعداد إذن شوفوا 13.50 و0.5 شوفوا كين 13 كين 13 مور الفاصلة عندي خمسة ومور الفاصلة هذا عندي صفر شكون تغلب الخمسة ولا الصفر وإستاذ الخمسة تغلب دوما نعطي هالكبير شوفوا كيكون رقم اللهنة وفي الفتحة كبيرة هذا كبير وكي تكون عاطين له هاد شوية أعرف باللي هذا هو صغير مفهم يلا عندي 9.15 9.2 شوفوا كيف ما تقولو زي نعطي هذا الأكبر هذا كبير على هذا لأنه هذا أبنائي كان نحن نكتب 20 فقط ما نكتب صفر كيكون هذا الأعدد فيهم الفاصلة يلا اللي بعد 0.5 و0.50 حذار يشوفوا عندي صفر عندي صفر عندي خمسة عندي خمسة أبنائي الصفر بعد الفاصلة نقدر نحي كيف هنا شوفوا كان منحي إذن أبنائي نبدأ الرسم خطوة بخطوة نمر إلى تمانين الهندسة وأبنائي دايما شو نقول لكم حذار كينج بد فرض ولا اختبار ولا أي حاجة لازم نشوف ونسق سي أستاذ ولا سي أي واحد يعرف باش هكذا يقول لي إذا صحيح خاصة في تمارين تاع الهندسة إذن هنا كان شوية أخطاء لأن كما نقول الشكل كان مدي كالي وأي حاجة في الهندسة نحرك ها غير شوية مرأي تولي خاطئة إذن هذي بين قوسين نشوف أرسم داي داي صغير مستقيم داي وعين عليه آوبي بحيث المسافة بينتهم بالآوبي هي 6 سنتيمة إذن أطوال لا لا حقيقية أنتوا لا لازم ترسموها حقيقية إذن نحكم المسطرة التاعي ونرسم المستقيم داي ما يهمني شحل طول تاعه إذن بين آوبي ندير 6.5 سنتيمة يلا نبدأ بالآ وب والآ كيف كيف الفهم اللي بعد عين أو تنتمي إلى آب بحيث المسافة ما ب أو هي 6.5 مع تنشوف البي تاعي وندير منها للآ 2.5 ما فهم ونحط الأو تاعي هذه الخطوة الثانية قال لي مورها أرسم دائرة سي المركز تحت هذا الأو ونصف القطر ها هو ب أو مع أبنائي كيف نحكم المدور تاعي ها قلنا هدو أطول غير حقيقية نحكم المدور تاعي في الأو ونفتح على أو ب ونرسم الضائرة تاعي عادي هذه بالنسبة الخطوة الثالثة أرسم دي هذا المستقيم دي كبير يكون عمودي على دي في النقطة أو إذن يلا أنا دي صغير تاعي وعمودي وشنو معتها معتها يشكل معه زاوية قائمة إذن هاي النقطة تاعي أو ويشكل معها زاوية قائمة وهذه قلنا الرابعة اللي بعد قل يعين كنقطة تقاطع المستقيم دي الكبير مع س اللي هي الضائرة إذن هاي الضائرة تاعي س مفهوم إذن ودي هو ها الكبير إذن وين تقاطع الضائرة مع الوسم وش سواء أبناء هنا ولا هنا إجابتين في زصحة إذن حطوا قليك سميه ك اللي بعد وأخيرا ما نوع المثلث ك إذن يلا أصل ما بين ك أو ب وش نلقى رح نلقى مثل قائم ومتساوي ساقين إذن شوفوا رسم الشكل فقط عليه ستة يكون صحيح مئة بالمئة وكيد قلوا قائم ومتساوي ساقين إذن أبناء قائم في أو ومتساوي ساقين نحن نلقى المسافة ما بين أو ب أو ك كيف إذن ساقين إذن كان هذا بالنسبة إلى فرض الفصل الأول في الرياضيات للأولى متوسط كالعادة أبنائي سنكمل جميع الفروض الذين لديه سؤال استفساري في التعليقات نجوم في أقرب وقت ممكن وكما نقول كالعادة بتوفيق إن شاء الله